اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاب الجهود الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا دافع لنا جميعا لمزيد من البذل والعطى ونوها سموه بأنه يثمن عاليا صبر وتكاتف الجميع والتزامهم الدأوب بما يدعم الجهود الوطنية التي ستستمر بروح الفريق الواحد للتصدي للفيروس والتقليل من آثاره في كافة المجالات وضعتنا ما معينها صحة وسلامة الجميع أولوية قصوى وأشار سموه إلى أن المرحلة الراهنة من التعامل مع فيروس كورونا تعد مرحلة دقيقة تستوجب من الجميع إدراك المسئولية التي تقع عليه في الحد من معدلات الانتشار بما في ذلك الإقبال على التطعيم والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي حددها الفريق الوطني الطبي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم سموه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وأوضح سموه أن على الجميع مسؤولية مشتركة لحماية كل فرد من المجتمع فالكل يدرك الآن خطورة هذا الوباء وهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بالتعليمات الصادرة للحد من انتشار الفيروس ومواجهة التحورات الجديدة الأشد خطورة منه وخاصة المتحور الحالي دلتا مشيرا إلى أن المملكة تتابع بشكل مستمر تطور انتشار الفيروس عالميا وسيتم دائما اتخاذ الخطوات المناسبة على الصعيد المحلي لحماية الوطن وأبنائه وكل من يقيم فيه وأضاف سموه حفظه الله أن العمل مستمر لوضع الحلول المناسبة لدعم القطعات المتأثرة من تدعيات الفيروس والدفع بعجلة التنمية نحو المسارات المنشودة كما أعرب سموه عن خالص تعازيه لكل أبناء البحرين والمقيمين ممن فقدوا عزيزا بسبب الجائحة سائلا سموه المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمنى على الحالات القائمة بالشفاء العاجل داعيا المولى العلي القدير أن يرفع هذه الجائحة عن مملكة البحرين وعن العالم أجمع وأكد سموه أن تعامل مع فيروس كورونا شكل تحديا استثنائيا قابله جهد مضاعف وبحس مسؤول من كافة أفراد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والجهات المساندة والمتطوعين والذي له محله من التقدير والاعتزاز فهم قدموا النموذج المشرف الذي سيكون ملهما للأجيال في التفاني والإخلاص من أجل الوطن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأشار سموه إلى أننا اليوم نمر بتحدي تمر به كافة دول العالم وما يصنع النجاح فيه هو الالتزام الذي تقتضيه المسؤولية الوطنية من أجل صحة وسلامة المجتمع وأفراده كأولوية قصوى وأكدا سموه أن الالتزام اليوم واجب وطني ويتطلب عزما متجددا لتجاوز هذه البرحلة والوصول للأهداف المنشودة مشددا على أنه بالروح والثابة والعزيمة والصبر والثبات سننتصر في مواجهة الفيروس وفيما أعرب سموه عن الشكر والتقدير للمواطنين على حسهم الوطني ومواقفهم المشرفة التي قدمت نموذجا رائعا للوعي والتعاون والاستجابة لكل متطلبات التصدي للجائحة مضيفا أن إيمان أبناء البحرين بالمسؤولية ووعيهم بدورهم الوطني يشكل مرتكز النجاح لمواجهة مختلف الظروف والمستجدات وتجاوزها بنجاح كما عقد سموه بحضور عدد من أصحاب السموي والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين اجتماعا عن بعد مع الفريق الوطني الطمبي للتصدي لفيروس كورونا بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي وعدد من أعضاء الفريق والعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والجهات المساندة حيث نقل سموه للجميع تحيات حضرة صاحب الجلالة آل ملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتقدير جلالته لعطائهم وجهودهم الوطنية المخلصة للتصدي للجائحة كما أعرب سموه عن الشكر الكبير لهم على ما يقومون به من دور مميز وجهد استنائي له كل التقدير من الجميع من جانبهم أعرب رئيس وعضاء الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والعاملون في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والجهات المساندة عن عظيم امتدانهم لتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم مشيرين إلى أن هذا الاهتمام كانت دافع الأكبر لهم لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن ترجمة نانسي قنقر